نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من دبي سيد أحمد إبراهيم الكاتب الصحفي سيد أحمد بداية باعتقدك ما الذي يميز هذه المبادرة الجديدة والهدفة لتصحيح أوضاع الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات الحمد لله الإمارات تميزت بحالات إنسانية استثنائية واليوم يعني صادف أي يوم عيد جلوس زايت وكان زايت له شعار طبعا اليوم نحن شعار الجديد قد يكون استنساخ بالشعار السابق في أول دفعة خريجة جامعة الإمارات زايت قال الإمارات بالرجال إلى بالمال فإذا الرجال يعني بها الإنسان الذي ينتج في هذا البلد لا يعني الإنسان الذي يحمل هوية معينة ففي حالة إنسانية اليوم أنا على استوديو ومعي أيادي تنتج وبكل الجنسيات إمارات فيها ما يزيد عن 260 جنسية بتنتج فبالتالي الحالات الاستثنائية وحالات المخالفات حالات التي ترتبت على ظروف الإنسان الإمارات خدت بجانب حالة إنسانية بحتة أن لا يكون لولا ظروف الأمنية وتواجد الأسماء المشبوهة غير محققة لكان إنسان يعني ما يعاني من هذا المشكلة وجود الإنسان غير معروف في الهوية وغير مكتشف عن هويتي البصماتي وكذا دائما يخليه في منطقة خطرة وغير آمنة فالجانب الأمني مهم جدا أن كله مقيم يكون له هوية واضحة أرقام واضحة بصماته مكشوفة والمخالف إن كان متعمدا أو غير متعمد الإمارات أتاحت فرصة إذن هناك جانب إنساني يمثل جانب الإمارات الإداري القيادة العليا طيب وكما تبعنا في التقرير سيد أحمد هناك نسبة إقبال عالية من قبل المقيمين بشكل غير قانوني في الإمارات لتصحيح أوضاعهم في البلاد فما الذي تعكسه هذه النسبة من الإقبال النسبة تدل على الشفافية وعلى الاستقامة وعلى حسن النواية من جانب القيادة العليا لأن بعض الحالات تحصل في الدنيا نوع من الكمين الذي ورط الإنسان بعدين ما يقدر يطلع من الفق وهذا ما أكثرها في الواجهات الحوادث إذن إمارات عندما تعلن عن حسن النواية الطرف الثاني عنده ثقة بعدين الثقة موثقة من خلال حالات بحتة يعني اليوم تقول لك حالات اللي في اليمن وحالات اللي في سوريا حالة إنسانية بحتة يستثنى إذن العنوان الرئيسي أو الخط الأحمر هو الحالة للجانب الإنساني فالثقة هي التي يجعل الإنسان يثق بهذا القرار ويتجه إلى الشبابيك الرسمية حيث أنه لا يعاني إلا من حالات حقيقية لتصليح الأخطاء والأخطاء تحصل وجلما لا يخطأ وانت جئت على ذكر نقطة مهمة سيد أحمد والمتعلقة بمنح رعاية الدول التي تعاني من كوارث يعني واضطرابات سياسية إقامة لمدة عام في دولة الإمارات العربية المتحدة فكيف توقفت عند هذا الجانب وعند هذه الجزئية هي تحصيل حاصل للجانب الإنساني الأساسي عندما الإمارات تعطي فرصة هناك في تأشيرات في العالم تحصل الهدف الرئيسي هو جمع الأموال بعض الدول تمنح الجنسيات مقابل إذا أنت جبت العملات الصعبة لهذا القدر الإمارات تقول لك لا الموجود داخل اللي يعاني وإحنا نعاني منها دولة هي اللي بتعاني لأن عندما يجي لك حالة لا إخلاقية حالة جريمة نكراء وتكون البصمات الطرف الآخر غير معروفة لهوية الدولة دائما في مازق لكن اليوم عندما تعلن تعلن أيضا الخط الأساسي الخط الأساسي إحنا عندنا دول شقيقة تعاني من مشاكل داخلها منها اليمن منها السورية وأيضا لا ننسى في السابق أيام العراق كانت تحت الحصار وتحت المشاكل لحروب الحرب الأولى والثانية الإمارات كانت ملجأ الرئيسي كانت القيادات العراقية تصرح وتشكر على هذه البادرة لإمارات تعطي تأشيرات للعراقيين بأكثر عدد حتى يلجأوا إلى ملجأ آمن من ناحية البيع وشراء وتحرك السياحي فبالتالي العنوان البارس هو عنوان إمارات زايد الخير ونحن في عام زايد الخير واليوم جلوس زايد وزايد دائما أعطى المجال للإنسان أن يعيش إلى جانب الإنسان في الإمارات بحب وآخر ما صدر قرار صاحب سموشي خليفة ازدراء الأديان والمعتقدات والعرقيات ويكون إنسان صديق وأخ لإنسان الذي إلى جواره في الإمارات نعم شكرا لانضمامك إلينا سيد أحمد إبراهيم الكاتب الصحفي كنت معنا مباشرة من دبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة